في البداية منلاقي جمال واقف مع صمر بتقوله ان هي رايحة لشان تشتري بعض الحاجات وتتسوى وكمان بيجهزوا ليوم زفافهم بعد كده بيجوا الزباط وبيبقوا عايزين يسألوا عن فريدة وطبعا بترد مديحة وسعاد وبيقولوا ان فريدة مش موجودة هنا ولا اصلا سكنة هنا في حاجة قالوا ايوة احنا كنا عايزين نتكلم معاها ونحقق معاها في موضوع ان جوازتها من سليم طلعت مزورة الورق كان مزور وطبعا الكل بيتصدم منشوف بعد كده الست اللي جوزها موجود في المستشفى من ضحايا المصنع بتاعها عدنان كانت بتتكلم مع كمال وبتشكره ان هو كان واقف جنبها وصاد بابا وكمان بتشكر روايدل انها واقفت جنبها كتير وبيجي لها تليفون من المستشفى ان جوزها بقى كويس فبتبقى سعيدة جدا وبتدعي لهم وبتروع على طول بيامناما منرجع للزباط اللي بيتكلموا مع جمال وبيقولوا ان فيه اوراق مزورة لجواز فريدة وسليم وانهم اكتشفوا ده وطبعا المفروض يحققوا في الموضوع ده لان ده يعتبر جريمة طبعا اللي كان نزور الورق ده تفتكروا ان هي كانت سمر كانت مزورة الورق ده علشان سليم يوري لجمال علشان يقطع خالص الامر في العودة لفريدة مرة تانية مديحة بتقول والله احنا ما نعرفش اي حاجة عن فريدة ولا نعرف موضوع سليم ولا عايزين اصلا ندخلها في حاجة ماناش دعوا بها تقدروا تدوروا علىها في اي حتة تانية عدنان بيجيوا بيلاق الزباط وبيتخضوا بيقول حاجة تخص المصنع لكن بيرد جماله بيقول لا ده بيتكلموا عن جواز سليم من فريدة طلع مزور وجاين يحققوا في الموضوع في الموضوع ده وبيفتكر جمال لما سليم ورى له الاوراق وقال له ان هي تكون مراتي علشان كده حس بالقلق والخوف على فريدة لانها ممكن تكون في ورطة كبيرة مع سليم نشوف بعد كده سهيل بيتكلم مع فريدة بيقول لها لازم تفوق النفسك خدي بعض الفلوس وروحي علشان خاطر يعني انك انت تفوكي عن نفسك وتشتري حاجة قالت ان هي مضايقة جدا ازاي جمال يصدق فيه حاجة زي كده اكيد طبعا كان عايز يتخلص مني ازاي ما يقدرش ان هو يدور على الحقائق ويعرف ازا قلت انا ممكن اعمل حاجة زي كده قال لها انسي موضوع جمال دلوقتي خدي فلوس وروحي تسوائي وبسطي نفسك وبعد كده بيتكلم وبيقول كل ارش خاطر يا فريدة حيحين الوقت وحتتفعيلي طبعا بيتكلم جمال بخصوص الموضوع بتاع فريدة وان هو الان جدا من انها تكون في ورطة او تكون في خطر لكن طبعا عدنا بيقول افدوا الموضوع ده مش عايز اسمع ولا كلمة عن فريدة ولا عن البنت دي هنا في البيت وخلينا في المصيبة بتاعتنا وموضوع المصنع لكن طبعا جمال كان مشغول وخايف سليم يكون عمل اي حاجة في فريدة لكن صور بتقول مناش دعو بيهم يمكن زوروا ورق ده علشان يهربوا لكن كان جمال مصر ان هو يبحث عن فريدة ويشوف يمكن حصلها حاجة وده اللي خلى صمر تتدايق جدا ومنلاقي بعد كده روايدة واختها وامها بتقيس فستان الفرح ومبسوطة جدا خلاص هتتجوز بكرة كمال بيجوا بتكلموا عن تحتراط زفاف حيبقى فرح كده على الأد وصغير يضم بس كده الناس اللي موجودين في الشارع وخلاص ومنلاقي ان جمال مصر ان هو يعرف هل حصل حاجة لفريدة ولا لأ والموضوع ده بيخلي صمر متضايقة وبتسيب المكان وبتمشي ومديحة بتقوله ما انفعش تتكلم دايما عن فريدة قدام صمر بالشكل ده انساها خالص ومناش دعو بها منلاقي بعد كده صمر كرت متضايقة وزعلانة وبتقول لجمال ان هو لسه بيفكر في فريدة وان هي لسه في دماغه وان هو مش قادر يطلعها من رأسه أبدا وان هي متضايقة من كده وان هم خلط المفروض حيجوزه بيعتزل لها ويقول لها انت عندك حق فعلا انا مش هروح ادور عليها ولا اي حاجة انت كان عندك حق في كل حاجة بتقوليها وبتيجي بعد كده سعاد وبتدي العنوان بتاع فريدة لجمال علشان يدور عليها ويشوفها ويطامن عليها فريدة بتروح علشان تتسوق وبتشوف حبيبين مع بعض وبتفتكر جمال لما كان بيروح معاها علشان يختلها هدومها وبتروح علشان تشتري حاجة بييجي جمال وبيقول لصمر ان هو هيخرب معاها علشان يتسوق معاها النهاردة وبيقول لها ما تزعليش انت عندك حق انا مش هدور على فريدة ومريش دعو بها هند كانت منهارة وبتعدي وبتشوف بلقيس ورويدة موجودين في المحل وطبعا كانت مبسوطة جدا ومعلقة الفستان بتاع الزفاف بتاعها خلاص بكرة هيبقى فرحة وحيعمل الفرح في المحل بتاعهم بعد كده بلقيس بتستأذن علشان تروح البيت تجيب حاجة ورويدة بتقول ان هي كمان هتروح تجيب حاجة وترجع وحيسيبوا باب المحل المفتوح علشان لسه فيه اطلاق علشان ينشف يعني وسابوا الفستان ومشوا هند دخلت على المكان الفستان واخدته ومشيت بينما منشوف بعد كده صمر موجودة مع جمال بيشتروا هدوم وبتكون هناك فريدة يعني بمحط الصدفة كانت موجودة هناك بتشتيه هدوم واول ما بتشوفهم طبعا مش بتبقى عارفة تخرج من الغرفة بتاعت القياس بينما كمال بيشوف المكان اللي حيتجوز فيه وكان ساعد جدا لهم حضر وفجأة حلوة روايدة هند سرقت فستان الزفاف بتاع روايدة وقاعدت وفضلت تعيط وتقطعه ورميته في الجنين اللي قريبة من المكان ومشيت وكانت منهارة وبتعيط بينما فريدة لسه محبوسة جوه شايفة كمال وصمر ممشوتين جدا مع بعض صمر بتخبط عليها وبتقول لها تخرج علشان خاطر هي عايزة تقيس كانت فاكرة ما فيش حد موجود جوه ما تعرفش ان فريدة هي اللي جوه عايزة تغير هدومها وتقيس الهدوم اللي هي اشتريتها فريدة جوه مش عارفة تخرج فبتتصل بسهوله وتقوله لحقني انا في محل دلوقتي كنت باشتري هدوم وفي نفس المحل جمال وصمر ومش قادر اخرج منهم تعالى شوف لي اي حل بينما بتدخل بعد كده ام روايدة وبتشوف الفستان بتاع الزفاف بتاع روايدة مش موجود في المكان ولما بتجي روايدة بتقول لها انتي اخدت الفستان انا اتله لها ما اخدتش حاجة قررت لها مرة فين انا خايفة هيكون الاولاد اخدوه طيب لما اخرج ابص عليه كده وطبعا روايدة كانت قلقانة جدا على الفستان ليكون ضاع وده الاولاد اخدوه لكن بالقز بتلاقيه متقطع بتلاقيه في الجنينة وبتعايت روايدة لان الفستان متقطع وسهول بتقول ان هي حسن هند اللي عملت كده لان هند بقى لها فترة بتحوم حوالين البيت فضلت روايدة تعايت وتبكي بينما سهول اول ما بيسمع من فريدة ان هي مزنوقة هناك ومش قادرة تخرج من المحل بيروح على طول عشان يشوف لها اي حاجة عشان انقذها بها بينما بتروح بعد كده سهير تشتغل كالعادة في البيت عند وفاء وهناك بتعرف منها ان روايدة كانت فرحانة بالفستان بتاعها لكنه للأسف تقطع علشان كده قررت وفاء ان هي تروح بنفسها وتجيب لها احلى فستان دي برضو تبقى مرات اخوها وبتقابل سيفه هو خارج وبتقول له استناني انا مش هتأخر بس شوية وحاجي على طول بنشوف بعد كده بيروح سهيل على المكان الموجودة فيه فريدة لكن لحصن الحظ جمال بيجي له تليفون مهم فبيروح بسرعة وبيتصر سهيل بفريدة علشان تخرج وبيروح وسام لهند وبيقول لها انتي قطعت الفستان بتاع روايدة قولي التعطي قالت ايوة مش عايزهم يتجوزوا خلاص جوزهم بكرة احنا لازم نعمل حاجة قال لها نعمل حاجة ايه مفيش خلاص مفيش حاجة عا تتعمل كل حاجة انتهت وما حتجوزوا خلاص لكي كانت مصررة ان هي ما تخلهمش يتجوزوا ابدا وانه لازم اكيد يكون في حل وازاي هو برد وساكت كده جمال بيشوفه المصيبة كبيرة اللي موجودة في الشركة لما بيوصل بيقول له سيف ان جالوا التليفون وبيقول له فين الشركة اللي دخل معهم في الشراكة صدروا اموالهم وكمان بقت فيه مشكلة كبيرة جدا لان فيه بضاعة جديدة جاية وطبعا هما معهمش فلوس خالص ان هما يدفعوا تمنها فبيضطر جمال ان هو يقبل العرض بتاع الراجل اللي جاله قبل كده ورفض التعامل معاه والراجل ده طبعا ما نساش ان هو جاي من ناحية سهيل وقرروا ان هما يتعاملوا معاه لانهم خلص تقريبا كده افلسوا وبتتصل بلقيس باي حد من اصحابها يمكن يكون عنده يعني فستان بتاع زفاف بنته لكن مش بتلاقي فرويدة بتقول لها ما تتعبش نفسه مش مشكلة ألبس فستان فرحة عادي يعني ألبس اي فستان او اي حاجة وتعدي لكن بلقيس كان نفسها تشوف بنتها في فستان الفرح ورويدة كانت مدايقة جدا وكمان بيحضلها مفاجأة وبيجي ياخدهم علشان يوريهم المفاجأة دي والمفاجأة كانت المكان اللي حيعملوا فيه الفرح بتاعهم جهزوا ورتبوا ووضبوا لبكرة وكانت رويدة مبسوطة جدا وهند منهارة وعيدة تعمل اي حاجة علشان تخريب الجواز وسهيل بيتكلم مع فريدة وبيقول اكيد طبعا كنت شايفة جمال ويسمر مبسوطين مع بعض لازم تمسيك نفسك علشان خاطر نقدر احنا ننتقل منهم بعد كده وبيروح بعد كده الراجل لجمال انه هو جايب هناك على طلبه وقال له فيه حاجة انت قبل كده قلتلي لا مش هتشتغل معايا فجمال قال له لا خلاص احنا يعني شفنا موضوعك والعرض بتاعك فكرنا كويس ووفقنا على العرض بتاعك يعني احنا بالخبرة وانت بالفلوس ونشتغل مع بعض وطبعا الراجل كان مبسوط جدا بحاجة زي كده وتم توقيع العادة وبيروح على طول على سهيل وبيفرحه وبيقول له انه خلاص انا لسه جاي من عندي جمال ووفقه على العرض وحنبقى شركة مع بعض وطبعا دي كانت حيلة سهيلة علشان يبدأ يدخل للشركة وكمان ينتقم من عيلة عدنان وده اللي قاله الفريدة ساعتها انه هم خلاص هيبدأوا يشتغلوا في موضوع شركة عدنان علشان يقدروا ينتقموا منه وكمان هتساعدهم في الشغل فريدة الفيديو بتاعي بيخلص يربي يكون نال اعجبكو وده كان تسريبات للحلقة رقم 58 من مسلسل حيرة يربي الفيديو يكون اعجبكو لا تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكو كل جديد اشوفكو في فيديوهات كتير حبكم كل شي هواي باي باي